اشتركوا في القناة الاتحاد الافريقي قرر تعليق منح الاحتلال الاسرائيلي صفة مراقب داخل الهيئة القرية القادة الافارقة يدينون موجة الانقلابات العسكرية الاخيرة ورهانات الامن والتنمية تستحوذ على نقاشات القمة الخامسة وثلاثين تونس فصل جديد من ازمة الرئاسة والقضاء المجلس اعلى يرفض قرار حله وتتابعنا ايضا تراجع حاد في مخزونات الغاز في اوروبا جنفيا الماضية وقمة المانية امريكية لتحديد مصيري مشروع نورد استريم اثنان العملاق وفي الرياضة نهائي كأس الامم الافريقية مصر من اجل النجمة الثامنة وسنغال لدخول نادي المتوجين اهلا بكم في ختام القمة الافريقية المنعقدة بهذه سبيب الاثيوبية قال رئيس القمة انه ملتزم بقرار الدول الرافضة عضوية الكيان الصهيوني كمراقب في الاتحاد الافريقي وكانت الهيئة قد اصدرت الاحد قرارا بتعليق منح الاحتلال الاسرائيلي صفة مراقب داخلها وتشكيل لجنة لتقديم توصية بشأن المسألة بعد مساع حثيثة قادتها الجزائر ودول الافريقية وازنة داخل الهيئة اعتراض الجزائري بمعية دول اخرى فعلة في الاتحاد الافريقي غادة منح الاحتلال الاسرائيلي صفة مراقب داخل المنظمة بقرار من رئيس مفوضية الاتحاد صيف 2021 لم يكن مجرد موقف عابر قمة الاتحاد الافريقي المختتمة الاحد بأديس بابا الاثيوبية تقرر بالاجمع تعليق قرار موسى فكي وتشكل لجنة تضم سبعة رؤساء دول تتصدرها الجزائر وجنوب افريقيا ونيجيريا لتقديم توصية لقمة الاتحاد بشأن المسألة التي وصفت بجوهر عقادها خاصة بعد ادراج ملف في اجندة القمة يجمع مراقبون على ان تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب داخل الاتحاد لم يكن ليعرف طريقه دون ضغط قادته الجزائر بشكل خاص ضمن مساع دبلوماسية وجدت تأييدا من قبل دول افريقية عديدة وزينة في المنظمة فالاعتراض الذي انطلق مما لا يقل عن سبع دول انتهى عند موقف موحد رافع من اجله نحو خمسة وعشرين بلدا فيما لم يؤثر تصويت كل من المغرب اتشاد والتوغو وكدالقابون ضد قرار القمة في ميزان حسم المسألة قرار سريعا ما رحبت به الجامعة العربية معتبرة اياه بمثابة خطوة تصحيحية كونه يأتي متسقا مع مواقف تاريخية دأب الاتحاد الافريقي على دعمها وامام خطر الارهاب الذي ارهق القارة الصمراء لا مناصة من استكمال المخطط الافريقي الثاني لمكافحة الارهاب وتفعيل الصندوق الافريقي الخاص بذلك كما دعت الى ذلك الجزائر في تقريرها خلال اشغال القمة التي لم تبتعد نقاشاتها ايضا عن هاجس عدم الامن الغذائي في ظل فقر يحيط بجزء واسع من الرقعة السكانية للقارة المنهكة كذلك بتدعية وباك في التسعة عشر ما مهد لبروز بوادر لتشكيل الية افريقية هدفة الى توزيع اللقاحات على ستين بالمائة من السكان هذا واكد مفوض الشؤون السياسية والسلام والامن بالاتحاد الافريقي في مؤتمر صحفي على هامش القمة ان الزعمال فارق المجتمعين في القمة ادالوا بشكل لا لبس فيه موجة الانقلابات الاخيرة في القارة مضيفا ان الانتحاد الافريقي لن يتسامح مع اي انقلاب عسكري باي شكل من الاشكال كل زعيم افريقي في القمة ادان بشكل قاطع عودة ظهور موجة التغييرات غير الدستورية للحكومات في عدد من دول القارة حول قرار تعليق عضوية الاتحتلال الاسرائيلي ومخرجة القمة الافريقية معنا البروفيسور مصطفى سيج أستاذ العلوم والسياسي العلاقات الدولية بجامعة الجزائر اهلا بك بروفيسور سيج مرحبا سيدي اهلا وسهلا ومن القاهرة المختص في الشؤون الافريقية والعلاقات الدولية الاستاذ نبيل نجم الدين اهلا بكم استاذ نبيل اهلا بك اخي الكريم اهلا بك مرحبا اذا ابدأ معك بروفيسور سيج اذا تعليق عضوية الاحتلال الاسرائيلي بصفة المراقب في الهيئة الافريقية كيف يمكن ان نصفه هدفا وتوقيتا خاصة مع مساعي الجزائر هو طبعا يجب ان نشير في البداية بان الدبلوماسية الجزائرية لعبت دورا كبير فيما يتعلق بمساعي للأسف مساعي رئيس اللجنة التنفيذية او مفوض الاتحاد الافريقي الذي اتخذ قرار بطريقة غير شرعية وغير قانونية على الاقل في هذا الاتجاه حاولت الجزائر ان تذكر باجماع الافارقة لان من صلاحيات اي عضوية في الاتحاد الافريقي سواء عضوية دائمة او عضوية مراقب تخضع الى قرارات القمة او المؤتمر حسب المثاب التأسيس الاتحاد الافريقي وهنا بالمناسبة يكفي ان اشير الى المادة التاسعة الفقراجيم التي تدص صراحة على ان قبول عضوية من صلاحيات المؤتمر اي الذي يعني قمة القادة هدف ثاني للأسف وهو ان اتخذ القرار بدون تشاور وهو بدون صلاحيات للمفوض الاتحاد الافريقي وهو ما انعكس الى هدف ثاني حول جزائر ان تجد اجماعا حوله الاباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الافريقية والاتحاد الافريقي كانوا اساسا في مبادئهم واهداف للمنظمة والاتحاد فيما بعد انهم يحاربون كل اشكال الاستعمار كل اشكال التمييز العنصري ويكفي ان القرار الافريقية في هويتها هي هوية مقاومة لكل اشكال الاستعمار والاستعباد والتمييز العنصري واستغلال ثروات الغير وبالتالي هنا كيف يمكن لدولة او كيان يستغل شعب فلسطيني منذ 1940 يمارس كل اشكال تمييز العنصري بالجدارات العازلة والطرد اللاجئين ان يكونوا امام هذه القرارة التي تكرس هذه المبادئ والهوية وبالتالي هنا بدأت الديبلوماسية الجزائرية في البداية في شمال افريقيا موريطانيا الى القاهرة الى تونس الى ليبيا كان اجماعا لكن للأسف كان ربما الشاد الذي لا يقاس عليه هي المملكة المغربية التي كانت تعمل في الخفاء على ان يكون هناك وجودا لهذه العضوية لكيان اسرائيلي هنا ربما في السابق حاولت الجزائر على مستوى اللجنة التنفيذية اي على مستوى وزارة الخارجية ان تضع على قائمة النقاط التي يمكن ان تدرد النقاش تم ابعادها الى المؤتمر اي الى القمة وهذا الاطار ان تضع هذه النقطة في بند المناقشات فهو نجاح على مستوى اجماع افريقي بالاساس وهذا فقط يبقى ان نشير ان التعليق في النهاية يعطي تشكيل لجنة لكي تبت في القرار نهائيا وهذه اللجنة اعتقد ان الجزائر من ضمنها سوف تضع التوصيات ليكون قرار نهائيا للطرد على اساس انه لكي يكون على الاقل هناك عضوية ان ينتخب بثلوتي اعضاء القمة واعتقد ان الكيان اسرائيلي لا يمتلك هذه الصفة خصوصا الان ان دعني اقول بنقطة ايجابية ان الجامعة العربية استفتت مع الموقف الافريقي وبالتالي هنا المبادرة العربية التي نتزال حظيمة الارشيف في الجامعة العربية منذ الفين وثنين يمكن ان في القمة القادمة ان يعاد طرحها من جديد لانه لا يمكن استطبيع بمقابل امن مقابل السلام كما يقول كيان اسرائيلي وانا يكون الارض مقابل السلام نعم اتقل اليك استاذ نبيل نجم الدين ربما هل تعكس هذه الخطوة او القرار اجماعا افريقيا سيتبلور الى حسم النهائي بخصوص خطوات تغلغ الاحتلال في القارة سمرة اولا اهلا بك اخ الكريم واهلا بالسادة المشاهدي والشعب الجزائري العظيم اولا ليس هناك اجماع هناك نوع من الانقساب الشيء الايجابي ان الاغلبية من الدول الافريقية وقفت مع الشعب الفلسطيني وانها ترفض منح اسرائيل صفة العضو المراقب في هذه المنظمة الاقليمية الاتحاد الافريقي ثانيا علينا نحن في الدول العربية ان نهتم اكثر بشؤون الدول الافريقية نعم والتعامل مع هذه التحديات سيعضد ويقوي من الموقف العربي في القضايا والمصالح العربية قبل ذلك من الامانة ومن الموضوعية ان هناك ملفات داخل البيت العربي هذه الملفات شائكة ويجب ان تكون لدينا الشجاعة الكاملة لحل الخلافات العربية العربية حتى نستطيع ان نقنع الشريك الافريقي باننا وصلنا الى مرحلة من النضج السياسي طيب اعود اليك دكتور سيج هل اضحى او الى اي مدى اضحى هذا الملف خطرا على وحدة الرؤى الافريقية وانسجامها دكتور سيج هو طبعا اشير فقط ان التغلغ الاسرائيلي في المنطقة الافريقية طبعا كما سبقني ضيفك بدأ بالتراجع العربي توجاه القضايا المصيرية او الجوهرية نشير فقط ان الاختراق الاسرائيلي بدأ في فترة ما بعد كام ديفيد وتم تكريسه ما بعد اتفاقية اصله وهنا في ظل ما عرف بالهرولة العربية في الفترة الاخيرة تم محاولة تكريس هذه العودة للكيان الاسرائيلي بالنسبة الى المنظومة الافريقية واعتقد ان هذا الخطر بالنسبة الى العودة برغم انها عضو مراقب لا يمتلك صلاحيات مثلا التصويت او التأثير لكن يمكن ان يلعب دور اللوبي في القضايا الجوهرية التي تهم ما يسميه بالامن القومي الاسرائيلي اعتقد في هذا الاطار اذا حسبنا ما يجري في سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وبين اثيوبيا فان اسرائيل لديها هذا الدور في دفع التناقضات في قوى فاعلة بين دولة اثيوبيا التي تحتضن دعني اقول الدبلوماسية الافريقية باحتضانها الافتحاد الافريقي وبين القاهرة التي تمتلك اوراق استراتيجية عربية وافريقية من جهة اخرى الجانب الاخر في تقديري وهو كما قلت انه في الضعف العربي وفي غياب التماسك العربي والاجماع العربي هو الذي ادى الى تراجع الكثير من القوى الافريقية التي كانت تعسب على الكتل الافرواسيوية في السابق والقضايا التحرورية وغيرها اذا اعتقد انه العودة الى المصالحة الفلسطينية العودة الى اصلاح البيت العربي في الداخل هو الذي يصلع لنا الكتلة التأثيرية داخل الاتحاد الافريقي بما يخدم مصالحنا واذا تركنا بهذا المصار فان اسرائيل سيكون لديها الدور الاكبر في تبزيء وتجزئة العالم العربي اكثر فاكثر نعم اذا شكرا لك البروفيسور مصطفى سايج استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر شكرا جزيلا لك شكرا سايج في سؤال اخير استاذ نبيل نجم الدين هل اضحت رهانات الاتحاد الافريقي اكثر ثقلا اليوم بعد سلسلة الانقلابات التي شهدتها بعض الدول مؤخرة في الحقيقة الاتحاد الافريقي كمنظمة اقليمية في حاجة الى كثير من العمل لان الوضع في افريقيا والتحديات القارية لم يتم التعامل معها بشكل ناجع وقوي اولا استقرار السياسي اثنين الحوكمة الرشيدة في دول القارة ثلاثة موضوع التخلف في التعليم والصحة والوظائف كل هذه النواقص في الدول الافريقية هي تربى خصبة لوجود الملف الرابع وهو ملف الارهاب وتطرق اعتقد ان على الاتحاد الافريقي ان يعمل بجدية اكبر لحل المشاكل الافريقية ومنها ليبيا ومنها السودان ومال وغرب افريقيا ايضا واضح الاستاذ نبيل نجم الدين المختص في اشؤونه الافريقية وعلاقات الدولية شكرا جزيلا لك كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك قرر رئيس تونسي قيس السعيد حل المجلس الاعلى للقضاء بتهم تعطيل النظر بشأن قضايا الفساد والارهاب بالمقابل ابدا المجلس الاعلى للقضاء رفضه القرار واصفا اياه بغير الدستورية بعد اشهر من الازمة بين الرئاسة التونسية والمجلس الاعلى للقضاء يحسم الرئيس التونسي قيس سعيد قراره ليعلن حل المجلس الاعلى للقضاء متهما القضاة بالفساد وسنعمل على وضع قانون او مرسوم ملقب للمجلس الاعلى للقضاء فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة الخطوة اطارت حفيظة الهيئة اذ اعلن رئيسها يوسف بوزاخر رفضه التام للقرار واصفا اياه بغير الدستورية كما دعا الرئيس للكف عما اسمها بالمغالطات بشأن اعضائه خطوة الرئيس تزامنت مع الذكر التاسع لاغتيال السياسي البارز شكر بالعيد وخروج عدد من المتظاهرين للمطالبة بمحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس وسط كل هذه التطورات يستمر الانسداد السياسي وتزداد تعقيداته في البلاد عقب اجراءات شهر جويليا الماضي المتعلقة بحل البرلمان وتجميد العمل بالدستور وما تلاها من اجراءات اخرى ابرزها تنظيم الانتخابات التشريعية واجراء استفتاء على الدستور وحول الموضوع معنا من العاصمة تونسية تونس المحلل السياسي تونسي ابو بكر الصغير اهلا بكم سيد بشار الخير اهلا وسهلا اهلا وسهلا اذن سيد ابو بكر هل نتحدث اليوم عن صدام مباشر بين الرئيس قيس السعيد والمجلس الاعلى للقضاء في تونس اعتقد ان هذا التقدير للموقف سليم باعتبار ردة الفعلة التي حصلت هذا المساء من قبل رئاسة المجلسة على القضاء ومن دقية الهياكل للممثل القضاء الرافضة بهذا القرار الذي اعتبر خطوة بالفعل المثيرة للجبل وبإمكانها ان تفجر صراعا حول القضاء وتعزز المخاوف بشأن الوضع العام بالبلاد اعتقد ان الرئيس السعيد هو تحين هذه الفرصة لها دلالاتها خاصة انه قبل اسبوع رأينا كيس المحكمة رفضت اهم قضيتين مطلوحتين امامها الاولى تتعلق بالجهاز السري بحركة ناذا رفضت المحكمة بمعنى كأنها برأتها والثانية هي قضية تسليم البغداد المحمود رئيس الوزراء الاسبق في عهد نظام الحكم العقيد معامل الجذاس التي اتهمت النهذا بان عقدت صفقة مع اخوان ليبيا لتسليمه وكذلك برأت ورفضت المحكمة هذه القضية اعتقد ان هناك رأي عام مهيئ لمثل هذه القرارات باعتبار ان حتى رئيس الدولة نفسه خلال الاسهر الاخيرة كان ناقدا بشكل قوي عديد القضاء والقضاء خاصة بما هو موصول بالملكات التي تسأل بالرأي العام طيب سيد ابو بكر هناك جدل في تونس اليوم حول شرعية هذا القرار اذا ما تحدثنا عن صلاحيات الرئيس من الناحية القانونية الى اي او الى ماذا يستند والرئيس سعيد المجلس الاعلى القضاء اعتبر ان هذا القرار لا يستند الى فصل دستوري واضح معنى انه ليست له الصبغة الدستورية ولكن ما هو حاصل ان الدستور معلق هذه الفترة منذ اجراء ايه 25 جويل الماضي بالتالي ان ما هو حاصل بالبلاد بالنسبة للسلطات هي بيد رئيس الدولة في ايطار اجراءات استثنائية اقرها يوم 20 ستمبر باجراءات 117 وبالتالي فانا بإمكاني رئيس الدولة ان يتخذ كل القرارات الممكنة التي تطلبها الحالة العامة البلاد وكذلك ما هو مفروض من سباب السلم وكذلك استمرار الدولة واضح المحلل والسياسي ابو بكر صغير كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من العاصمة تونسية تونس شكرا جزيلا لك شكرا لك قال رئيس وزراء مالي شوغيل كوكالا مايغا ان فرنسا تساعد جماعات انفصالية في شمال البلاد وتحرض دول الاتحاد الاوروبي ضد باماكو وفي مقابلة مع وكالة الاناظولة التركية اكد مايغا ان فرنسا ومن خلال ممثليها في جميع المؤسسات الدولية تحاول عرقلة المشاريع التنموية في مالي مشيرا الى ان فرنسا لها تأثير على المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اكواس وانها تضغط على المجموعة من اجل اصدار عقوبة ضد باماكو عقد المجلس الاعلى للدولة ونواب يمثلون المنطقة الغربية في ليبيا الاحد اجتماعات بالعاصمة ترابلس لبحث خارطة الطريق والوضع السياسي العام من جانب اخر يعقد مجلس النواب الليبي غدا الاثنين جلسة في مدينة طبرق للاستماع الى المرشحين لرئاسة الوزراء بالاضافة الى استكمال مناقشة خارطة الطريق التي اعدتها برلمانية مكلفة بالتشاور مع المجلس الاعلى للدولة في موضوعين اخر اعلن مستشار والامن القومي الامريكي جيكا سوليفان لاحد ان البيت الابيض يرجح غزوا روسيا لاوكرانيا في اي لحظة على خلفية زعمه ان موسكو تستمر في حشدها العسكري على مقربة من حدودها مع اوكرانيا وتزمنت تقديرات والبيت الابيض مع اطلاق حلف شمال الاطلسي مناورات عسكرية بمشاركة حاملة طائرة امريكية لاول مرة منذ الحرب الباردة تحرك عسكري روسي ضد اوكرانيا السيناريو الذي يرجح البيت الابيض حدوثه في اي لحظة بعد سلسلة الضغوطات الامريكية جاه موسكو مستشار الامن القومي الامريكي يعلن الامر صراحة ويبرر المزاعمة باستمرار الكريملين في حجد المزيد من قواته على مشارف حدوده مع اوكرانيا هجوم قد تتعدد اشكاله حسب المستشار الامريكي الهجوم الروسي قد يكون باكثر من شكل اما عن طريق الاستيلاء على دومباس او هجوم كامل او سيبراني واذا غزت روسيا او اوكرانيا فانه لن يتم الموضي قدما في مشروع الغاز نورد ستريم اثنان وقبله بساعات ذكر مسؤولون امريكيون ان استخبارات بلادهم تعتقد ان روسيا اصبح لديها سبعون بالمئة من القوة اللازمة لغزو اوكرانيا في حين تعتبر كييف ان فرص ايجاد حل دبلوماسي اكبر بكثير من التصعيد العسكري في المقابل لم يتأخر رد الطرف الروسي الذي وصف التقديرات الامريكية بالجنون والذعر الجنون والذعر لا يزالان مستمرين ماذا سيحدث اذا قلنا ان الولايات المتحدة الامريكية يمكن ان تهزم لندن خلال اسبوع واحد وسيؤدي ذلك الى مقتل ثلاثمائة الف شخص وذلك اعتمادا على المعلومات الاستخباراتية التي لا نكشفها هل يعتبر ذلك امرا صحيحا بالنسبة للامريكيين والبريطانيين لا ولا يعتبر ذلك صحيحا بالنسبة للروس والاوكرانيين ايضا تطورات تتزامن مع استمرار كل طرف في الازمة بمناوراته العسكرية تحسبا لاي تصعيد حيث شرع الناتو اليوم في تدريبات بالبحر الابيض المتوسط والبحر العدرياتيكي بمشاركة حاملات طائرات امريكية للمرة الاولى منذ انتهاء الحرب الباردة لترد موسكو سريعا بمناورات في البحر الاسود قالت انها لضمان السلامة الملاحة هذا المشهد المتوطر ترافقه مساع دبلوماسي مختلف للوصول لمخرج سياسي يجنب اوروبا خوض حرب يرى المراقبون انها ستكون عاصفة حيث يزور غدن الاثنين الرئيس الفرنسي نظيره الامريكي فيما يحل المستشار الالماني بواشنطن من اجل التباحث مع جو بايدن حول حيثيات الازمة الاوكرانية وامكانات الحل المتاح وسط ترقب لما ستحمله المرحلة القادمة من مفاوضات فيينا واعادة الولايات المتحدة الامريكية العمل باعفاءات كانت تحمي الدول والشركات الاجنبية المشاركة في مشاريع نووية ايرانية غير عسكرية استبقت ايران تفعيل الخطوة الامريكية المقبلة ووصفت التقارب بينهما بالمتباعد وسط ترقب لما ستحمله المرحلة القادمة من مفاوضات فيينا واعادة الولايات المتحدة الامريكية العمل باعفاءات كانت تحمي الدول والشركات الاجنبية المشاركة في مشاريع نووية ايرانية غير عسكرية استبقت ايران تفعيل الخطوة الامريكية المقبلة ووصفت التقارب بينهما بالمتباعد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني صرح ان بلادهم وواشنطن لا تزال نبعدتين عن تحقيق التوازن في التزامات خلال مفاوضات فيينا مصادر اعلامية نقلت عن المسؤول الايراني قوله حيال وجوب تقديم امريكا قرارات سياسية من ادارة الكونغرس بشأن التزامات للتوصل الى اتفاق جيد وزير الخارجي الايراني من جهته حسين امير عبداللهيان وضح ان بلاده تبحث في فيينا عن اتفاق جيد لا عن اتفاق محدودة ومؤقتة وان طهران لم تتلق شروطا مسبقة من الولايات المتحدة مضيفا ان ما يهم طهران هو تصرفات الغرب وان بلاده تتطلع لما يست يتجسد في الواقع من خلال رفع العقوبات بطريقة موضوعية وملموسة خبراء علقوا بالقول ان ايران تسعى الى النتائج النهائية من المحادثات التي تجري في فيينا وكذلك من الاتفاق بينما الامريكيون يرسلون رسائل مكررة عبر وسط لديهم في المباحثات الحالية فهل اقترب مصير مفاوضات الاتفاق النووي من الحل ام سيبقى معلقا في فيينا الى اجل غير مسمى قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاحد وقف اجراءات ترشيحه الشيار زيباري المرشح في حزب الديمقراطية الكردستانية لمنصب الرئاسة الجمهورية العراقية مؤقتا واكدت المحكمة ان قرار الوقف المؤقت جاء لحين الفصل في الدعوة القضائية المرفوعة ضده بسبب اتهامات تتعلق بفساد مالي واداري اضافة الى استغلال النفوذ حسب ما قدمه اصحاب الدعوة افادت منظمة الصحة العالمية الاحد ان الحصول على خدمات الصحة النفسية في اليمن محدود جدا كما كشفت منظمة عن تزايد اعداد مرضى السرطان في ذا الاستمرار الحرب معاناة المرضى اليمنيين من الامراض النفسية وداء السرطان تبدو مثقلة بنقص الادوية والمستلزامات الطبية وانعدامها احيانا فسوء تغذية ونقص الادوية وشح التشخيص اسباب من بين اخرى اثرت سلبا على زيادة اعداد المصابين بالمرض الخبيث منظمة الصحة العالمية تتحدث عن توفير 23 حزمة تحتوي على مستلزمات التشخيص النفسي ل15 مستشفى في وقت تقول تقارير اممية وحكومية ان هناك زيادة ملحوظة في عدد حالات الذين يعانون من الامراض النفسية جراء الحرب اكثر من هذا يعرف اليمن تضاعف عداد المرض بالسرطان جراء الحصار والاشتباكات المسلحة التي تحول دون الوصول الى المستشفيات لتلقي العلاجات فالارقام الواردة من اليمن تتحدث عن اكثر من 60 الف حالة مصابة بالسرطان تتواجد في مراكز الاورام واكثر من 3000 طفل مصابين بالسرطان معرضين للموت وما يزيد من متاعب المرضى هو مطار صنعاء المغلق ما يحول دون تمكن المرضى من الصفر الى الخارج للعلاج ومعه منع دخول الادوية والمستلزمات اللازمة ما يجعل فتح المطار حاجة انسانية ملحة ورغم حملات التبرع المقامة سنويا لتكفل افضل بالمرضى يبقى هؤلاء النون تحت وطأة داء تشير الاحصاءات الى ان عدد المصابين به ثاق عشرين الف خلال العام المنصر في العاصمة صنعاء لوحدها بحسب المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان اخبار الاقتصاد بعد هذا الفاصل الاقتصاد مع زميل وليد مذكور اهلا اهلا زميلي ارنزي اذا في المستهل اظهرت تباينة رسمية ترجعا حادا في مخزون الغاز الطبيعي في اوروبا ليصل الى 42 مليار متر مكعب في جنغر الماضي مقابل 60 مليار في نفس الشعر من العام الماضي من خفاض 30% مقارنة بالفترتين البيانات الصادرة عن مرابطة مشغيري البنى التحتية للغاز الاوروبي اشارت الى ان ايطاليا حلت في مقدمة الدول الاوروبية من حيث امتلاك اكبر مخزون للغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي بواقع 10 مليار متر مكعب تاليها المانيا بـ 8 مليار فاصل 7 متر مكعب اشتركوا في القناة ومن حيث نسبة اشغال المرافق حلت البرتغال في المركز الاول اوروبيا من خلال الامتلاة بـ 80% من مرافقها البالغة سعتها 200 مليون متر مكعب تاليها بريطانيا بنسبة اشغال 75% من اجمالي سعة 750 مليون متر مكعب مكعب اشتركوا في القناة المستشار الالماني ولاف شولتس الى واشنطن الاثنين في زيارة ستكون الاولى له منذ توليه منصبه وتشكل فرصة لازالة الغموض حول دعم الحليف الالماني في الازمة الاوكرانية وتحديد مصير مشروع خط الانبيب نورستريم اثنان رغم رسائل المهادنة على خط التماس الروس الغرب على الحدود الشرقية لاوكرانيا الا ان رقعة التحركات الدبلوماسية على المحور الاوروبي الامريكي تتسع ببرمجة قمة بين المستشار الالماني بالرئيس الامريكي وفي الاجندة تحديد مصير السيل الشمال اثنان مشروع عملاق امتنع اولف شولتس على مضار شهرين من توضيح موقفه بشأنه قبل ان يوافق على ادراجه على لائحة اهداف الاجراءات الانتقامية في حال وقوع هجوم روسي حلفاء المانيا يعرفون هذه الامور اننا من يقدم مساهمات عسكرية كبيرة للغاية كجزء من التحالف الدفاعي لحلف الناتو لذا فان الجميع يدرك انه عندما يتم التطرق الى القارة الاوروبية فان المانيا تعد الدولة التي تتحمل نفقات عالية جدا في هذا الصدد المانيا قدمت مساعدة اقتصادية الى اوكرانيا اكثر من اي دولة اخرى خلال السنوات القليلة الماضية لكن رغم ذلك يرى بعض المحللين السياسيين انه يتعين على شولتس طمأنة بايدا حيال الطرف الذي يصطف الى جانبه والبداية بتحديد موقفه بشأن المشروع الغازي الذي تعارضه واشنطن بقوة ويحظى بدعم واسع من الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري الذي يتزعمه شولتس الالمان لم يتخذوا اي اجراء حتى الان انهم يقومون باشياء اقل بكثير مما يجب عليهم فعله شولتس لا يمكنه التوجه الى واشنطن خالي الوفاظ لقد تحمل بايدن بعض المخاطر الحقيقية بما في ذلك مسألة خط انبيب الغاز الالماني الروسي زيارة شولتس لواشنطن فرصة له لمحاولة طي هذه الصفحة وتقود المانيا جهود الترويج لخط الانبيب الذي يزيد من القدرة على استراد الغاز الروسي ويعتبر حيويا لامداد اكبر اقتصاد في اوروبا بالطاقة بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا في شأن طاقوي اخر اعلنت تركيا دعمها زيادة سعة خط انبيب تناب النقل للغاز الطبيعي من اذرابيجان الى اوروبا عبر ارضيها اكشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية فتح دلماز عن امكانية رفع سعة نقل الخط الى 31 مليار متر مكعب سنويا بتكلفة تبلغ قرابة سبعة ملايير دولار ويبلغ طول انبيبه العابرة للاراضي تركيا 1357 كم الانبوب ينقل 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ستة مليارات منها لتلبية احتياجات تركيا وعشرة مليارات تذهب الى اوروبا اثناء التصميم خط الانبيب تم التخطيط لرفع السعة السنوية الى 31 مليار متر مكعب وفقا للعرض والطلب مستقبلا ربما سنرى معا ان خط الانبيب سيصل الى السعة التي صمم من اجلها دون انتظار وقت طويل ندعم زيادة السعة المسؤول التركي عقب مشاركته في الاجتماع الثامن للمجلس الاستشاري لمشروع ممر الغاز الجنوبي المنعقد في العاصمة الاذربيجانية باكو كشف عن امكانية اشراك دول اخرى لنقل غازها عبر خط تاناب تاناب جزء من ممر الغاز الجنوبي احد المشاريع المهمة التي تم اتخاذها وتنفيذها بسرعة كبيرة ويساهم في تأمين التوريد ليس فقط لتركيا وانما لاوروبا ايضا خط الانابيب يتيح الفرصة لدول اخرى في المنطقة لنقل غازها الى اوروبا ايضا كشف وزير النفط الايراني جواد اوجي عن استعانة بلاده بجزء من الغاز الطبيعي الذي تنتجه بعض دول الجوار لتغطية الاستهلاك في ايران اجيب في تصريحات نقلها التليفزيون الايراني اكد ان نقص الاستثمارات اللازمة لتطوير الحقول النفطية والغازية في الوقت الحاضر ستحول ايران الى مستورد في الاعوام القادمة بعد تراجع الانتاج بفعل حظر امريكا على قطاع الطاقة اذا في موضوع اخر ادى انغطاع الكهرباء في اجزاء وسعة من الولايات المتحدة الامريكية الى توقف كبرى المصافي ووحدة تكرر النفط الواقعة في وسط البلاد كشف قسم ادارة الطوارئ في مدينة تكساس عن توقف انتاج مصفات الشركة ماراتون بيتروليوم بمقدار 600 الف برميل يوميا كما توقفت مصفات تكساس سيتي التي تبلغ طاقتها ربع مليون برميل يوميا انغطاع الطيار الكهرباء في مركز التكرير وانتاج المواد الكيميائية في مصفات تكساس سيتي نجم عن موجة برد منشاؤها القطب الشمالي اشتاحت الاجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من الولايات المتحدة هذا الاسبوع يقوم الوزير الاول وزير المالية الجزائري ايمن بن عبد الرحمن بزيارة عمل الى تونس على رأس وفد وزاري هام عشية احياء ذكرى ساقية سيد يوسف في الثامن من فيبري الجاري سيترأس خلالها منصفة مع نظيرته نجلأ بودن الاجتماع الثاني والعشرين للجنة المشتركة العليا للبلدين تتوالى الزيارة على محور الجزائر تونس راسمة لتطور لافت في العلاقات الثنائية في تحرك كثيف توجى بعودة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للانعقاد لاول مرة منذ مارس 2017 بعد اول زيارة لرئيس جزائري الى الجارة الشرقية منذ اثني عشر عاما اجتماع هام ينتظر ان يشهد حضورا جزائريا رفيع المستوى برئاسة الوزير الاول الجزائري مرفوقا بخمسة وزراء يمثلون قطاعات تشكل مجالات تعاون مشتركة بجدول اعمال كاثيف في مقدمتها مثابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة خلال الزيارة الاخيرة للرئيس الجزائري الى تونس الى جانب تنفيذ القرض المالي الجزائري الموجه للجارة الشرقية بقيمة 300 مليون دولار تنمية المناطق الحدودية بين البلدين ستكون ايضا على اجندة اللقاء الحكومي الذي ينتظر ان يخلص الى تفعيل عدد من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين لكنها بقيت دون تنفيذ ما من شأنه رفع عدد من العراقيل التي تكبح تطوير التعاون الاقتصادي مع عزم البلدين على رفع المبادلات التجارية التي لم تتجاوز مليار وربع مليار دولار في الفين وعشرين التعاون الطاقوي سيحضر بقوة خلال الزيارات المرتقبة للوزير الاول وزير المالي الجزائري والهدف دراسة توسيع استثمارات صناطراك في السوق التونسية ومناقشة تزويد المناطق التونسية المحادية للحدود بالغاز والكهرباء انطلاقا من الشبكة الجزائرية استمرار الجزائري في دعم تونس لمواجهة اسوأ ازمة اقتصادية تعصف بها منذ الاستقلال قد تفرد بحث سياغ اخرى لمساندتها كفتح الحدود البرية للسماح بدخول السواح الجزائريين ما سينعش نسبيا قطاع السياحة بصفة عامة والعلاجية بصفة خاصة حيث يزور تونس مليون جزائري سنويا وربع مليون جزائري اخر للعلاج في المصحات الخاصة اخر تقرير في الحصاد الاقتصادي اعود ليك زميلي رمضي شكرا جزيلا لك وليد ومن اخباري الاقتصاد الى اخباري الرياضة بعد فاصل قصير الرياضة مع زميل كريم بالعربي اهلا بك رمزي اهلا بكم مشاهدين لا فاضل الى الموعد الرياضي والبداية ستكون بالمنافسة الافريقية حيث يلعبوا في هذه الاثناء نهاي كاسم افريقيا بين المنتخبين المصري والسينيغالي حيث تشير النتيجة الى التعادل السلبي بعد مرور 41 الدقيقة وكان المنتخب السينيغالي قد ضيع ضرب الجزاء عند دقيقتها السابعة عن طريق اللاعب صاديو اماني ويسعى المنتخب المصري لاحراز اللقب للمراتية الثامنة في التاريخه بينما يبحث زملاء صاديو اماني عن دخول قائمة المتوجين بهذه المسابقة بعدما فشلوا مراتين في التتويج بها في تصريح حصري لرئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم باتريس موتيبي خاص به قناة الجزائر الدولية كشف انه كان يتمنى تواجد المنتخب الجزائري في المباراة النهائية كونه منتخب كبير ويضم افضل اللاعب كنت اتمنى رؤية الجزائر في اللقاء النهائي لانكم تملكون فريقا مليئا بالمواهب المميزة وتاريخا كبيرا انا واثق بان هذا المنتخب يجعل كل الافاريق فخورين بها فشل ندي شبيبة القبائل الجزائري في بلوغ دور المجموعات من مسابقات كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد تعادله امام او بعد فوزه يقول بهدفين لواحد امام فريق رويال يوبار الفريق الاسواتيني استفد من فوزه ذهابا بهدف دون رد ليبلغ بذلك دور المجموعات لأول مرة في التاريخ ويحقق مفاجأة من العياري الثقيل بإقصائي النادي الجزائري الذي تعود على التألق في المنافسات القارية بلغ الهلال السعودية دور نصف النهاية لمسابقة كاس العالم لعناندية التي تستضفها الامارات العربية المتحدة بفوزه الكبير على الجزيرة الاماراتي بسداسية كاملة لهدف وحيد وبهداء الفوز ضرب الهلال بطل مسابقة دورية طالاسيا موعداً مع تشلسيا الإنجليزي في دور نصف النهائي في مباراة مثيرة خاصة للفريق السعودي الباحث عن إحداثي المفاجأة والتأهل للمرة الأولى في تاريخه للمشهد النهائي من هذه المسابقة حقق حقق أقول برشلونة الإسباني فوزاً ثميناً على ضيفي أطلتيكو مادريد بربعية لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب بلكان بناو ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الليغة وبهذا الفوز المثير تقدم برشلونة إلى المركز الرابع برصيد ثمانين وثلاثين نقطة بفريق نقطتين أمام أطلتيكو مادريد الذي تراجع للمركزها الخامس وفي مباراة أخرى واصل نادي فالانسيا نتيجه السلبية بعد تعادله من دون أهداف أمام رياسو صداد وهي المباراة الخامسة أولياً التي يفشل فيها الخفافيش في تحقيق الفوز أسفرت قرعة الدورة السادس عشر من كازي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي سحبت اليوم عن مواجهات سهلة لأنديات البريميال ليغ حيث وقعت المانسيتي في مواجهة بيترو بورو يونيتد من القسم الثاني في حين وضعت تشلسيا لندوني في مواجهة لوتون تاون من القسم الثاني في مواجهة تبدو سهلة على الورق لرفقاء اللاعب كوفازيتش وفي باقي المواجهات يحل توتنهام ضيفاً على ميدلس برو والساوثامتون مع ضيفه وستام يونيتد وليفربول أمام نوريتش سيتي قرر البريطاني أندي ميراي عدم المشاركة في أي دورة على الملاعب الترابية فيما تبقى من منافسات خلال العام الجري بما في ذلك بطولة فرنسا المفتوحة رولاند غاروس وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي آي ميديا أن قرار ميراي رجع إلى نتائجه المتوضعة على هذا النوع من الملاعب بالإضافة إلى الإصابات المتعددة التي تلقاها على داتي الملاعب ويستعد البريطاني للمشاركة في بطولة روتردام الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ خروجه من الدورة الثانية من بطولة أستراليا المفتوحة بهذا نصل إلى ختام الموعد داريدي شكرا لكم على التكبيل الصغير والمتابعة عودي لك رمسي شكرا لك كريم إذن مشاهدنا الكرام ختام والحصاد وهذا تذكر بأبرز العنو بعد مساعي الجزائر الاتحاد الإفريقي قرر تعليق منح الاحتلال الإسرائيلي صفة مراقب داخل الهيئة القرية القادة الأفارقة يدينون موجة الانقلابات العسكرية الأخيرة ورهانات الأمن والتنمية تستحوض على نقاشات القمة الخامسة والثلاثين تابعتم أيضا تونس فصل جديد من أزمة الرئاسة والقضاء المجلس الأعلى يرفض قرار حله وفي الاقتصاد تابعتم تراجع حاد في مخزونة الغاز في أوروبا جنفيا الماضية وقمة ألمانية أمريكية لتحديد مصيري مشروع نورد ستريم إثنان العملاق وفي الرياضة نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر من أجل النجمة الثامنة وسنغال لدخول نادي المتوجي شكراً لتيبيا المتابعة إلا تكم هدئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر